موسيقى نجيه حتى في ثور ليام والدي أبدأ مرتاح والأنسيبي مرتاح نجيه بالكرهبة وعليش تجيهوني شنوه هكا الحب الكبير للقربس الحر المفاذة لمتاعنا هو قربس فيه أدوية معناهم للبدا باهية مياه معدنية مثلا نجيه للعين الفكرون فما تدخل للعين الداخل تنجم تحل العينيك في الماء باهي المرض العينين معنا تنحي حساسية من العينين فما عين العطروس فها برد وصخونة ذيك للبرد تمشي العين كنسيرة زادة في عين كنسيرة تنحي الأمراض الجلدية تمشي للعراقة تعمل عراقة زادة قولوا المرأة المشتاقة تعمل سابع في العراقة تجيب تهوها تجيبوا لطقة دل فلاقة وتهوروا في سيد عمارة عين الفكرون ماها بارد مش سخون فها نغسل الصبون مميط هرهر مش شرشارة عين العطروس عين العطروس تبري من ريح المعكوس نتفاجأ ندفع الفلوس ما تعزش بيه لخسارة هذي قربس عالمي استنسنا بيه وكل عام نجيه أنا مولادي عمو في البحر نجيه أنا ولادي ونسابي وجي نسيبي من إيطاليا ونكريو لنا ونعديو كل عشرة أيام وفي سور الأيام كل حد ولا حد بعد حد نجيه نعملوا فتور ونعمو روحو حفيرة قد نهكا تجري بالمي هكا والمي سخونة لا متلذذ باهي على قد لحمك ودي ما سجيه انتي هوني والله يا بنيتي ورأسك انتي هاراسي شاي بك ناني لطبيتها قانيليو وهاني نسكر جسليمي وعشبتك ها باهي يا بنيتي والله باهي قالوا لي باهي للعينين هني جيت لعوناتي يا وقريب بنتي لما هوني علش ما سجيه ماهو ذروف بنيتي شنية الظروف فميش هكا كرهبا مش والله هي عندنا ها ما يخدمة ولاد تخدموا ما بخل عالب بخل كما قلت في رأسي بنايتي بخل وانتي حاجة والله انا هي كان هي في سليمان انا هي اقرب منه وما تجيش والله لنجاها عندي نقول لك خمس سنين لطبيت والله وين المفيد جيتها قبل انا جيت لا جيت قبل جيت اي وتحس بالفرق يجي لهنا تعملها كنهير وتراو بي نصلي عنبي خصوصي هذي للعينير كتزوزي وتحلي فيه تعبيك ما شكك بالمي وتحلي فيه العينيك في المي باهي دوال العينين هي دوال العينين باهي وعين العطروس لش نوه باهي برد للبرد و للعظام و للمفاصل هاي كل شيء اهه تمشي بارد وصو تمشي بارد وصخون قلتك تمشي بارد وصخون خاطر شرع العين تجري صخون وبعد تمشي للبحر باهي ولا ما الصباح نيجينا هنا غادي توق اشتركوا في القناة اليوم سهلا بخمي يغفوها معنى نجي الهنين نجي القربص جيتني الفرصة اني نجي ونشوف بلدنا ونشوف بلدنا المزيانة بلدنا الحلوة حقيقة نشوف تحويج مزيانة مناظر طبيعية طيارة على الاخر فريمو حاجة تفرح تفرح على الاخر كونا عن بقايا كماكا في تونس ونشجع العباد باش يجيوا ويزوروا المناطق هذه ويكتشفوا بلدهم أكثر منها نشاهده جميلة بارشا نشوفه جبل لك وبحر وعيون سخونة حقيقة مناها حاجة اكسبسيوني هي حاجة طيارة على الاخر اسرتو كيما كنت احكي انت تونهم فما عيون فما حويج معانيا دونك متوفرة للعبادة كل إنساء الكبار الصغار الرجال الكبار دونك الناس نجم تجي له هنا وتتفرد وتعمل ديفولمون اسرتو في مناظر خلابة كيما هكا دونك هذي هي تونسنا هذي هي بلدنا المزيانة الاحلوة المسررة ونشاجع العبادة كلبش يجيوا يزوروا يكتشفوا المناطق متاعنا في تونس قربص اولا ما هيش قربص اللي كانت قبل لانها كانت عندها شأن تعرف كانوا حتى اعين البلاد كانوا يحبوها يجيوا يقعدوا فيها اللي غير ذلك كان ستاسيون بالنيير كيميقول ستاسيون تيرمال خصوصا اللي الفوائد انتاحها معروفة من القديم الزمن ولذا عندها طابعة متاح فمتني والناس البلدية كانوا ديما يجيوا القربص يمشيوا العراقة يمشيوا كذلك فمتني ولا الحمام ما هي العراقة؟ العراقة هذي هي الحمام العراقة كما قال لك اسمه على جسمه أي أنه يعرق فيها واحد ثنيان حيثه إما معدني عنده يقولوا عنده فوائد صحية هامة ويجوه العباد من البعيد فمتني باش باش يقوموا بالهذية اللي معنتها الاستجمام هذائي والاحتمام باش يستحموا عاد طوى الحاجة الباية اللي زادوها ضافوها هو الحمام الفردي هذي اللي عملوه عملوه زادة كذلك جاكوزي ولذا تلقى كل شيء مثلا اليوم نهار السبت فمكان للرجال نجموا يمشيوا الحمام غضوة لنساء إن شاء الله وتلقى زادة ناس ينجموا يمشيوا ويعملوه الحمام الفردي فمتني ولا هاوك التمسيد يعملوا بعض أدوية كذلك فمتني باش ينجموا يكونوا في راحة جيت مرح سلطين وليت كل عام جي استنست فمتني باية هي ذيت أو باية لنضر للعينين فمتني تتمتع تعمل جو باية جيت مرة يا أخي وليت دي ما تجي؟ ربيت الكبدة وليت كل عام بريسك نجي بالدار ونجي قديش تعمل هنا كجمعة جمعتين؟ سبع أيام مكاكر أمان أيام وتحس بالحق فما فارق معناها بعد اللي تخرج من هوني بعد السبع أيام اللي تعديهم لهنا؟ صدقني الستريس باوا هنا نخدم تاكسية ما كتعرف شوفير معناه فمتك؟ باية في كييسة، الستريس يكون ليتنحى فمتك؟ كياني من الأول عدت فمتك؟ كالبرد وكالبرشة حاجات تتنحى فمتك؟ ربي ما وجيعة تظهر مثلاً، ما كتعرف واحد شوفير دي ما عندك وجيعة تظهر تتنحى، البرد يتنحى، بسفة باية دي ما نجي، شتيف، الصيف، أي وقت ما هو اللي خليك تجي هوني، ما هو خاصية هذه العين، عين الفكرون؟ أنا عين فكرون، أدوية أولاً، ونحبها دي ما نحب نجي أدوية لشنوه؟ هوقين العيني ولاحظت أنت فارق تجي هوني وتخرج بعد لتخرج من هنا؟ نعم، أنا مريضة بالقلب والسكر والدم، نرتاح في الصراح أنا مريضة جيت للحماء بيهي للصحة؟ يقول بيهي للصحة الحق بيهي الحمدولله ما جربتش قبل معناي أول مرة؟ لا لا جربت وساعدك؟ لا، مشيت الجبل الوسط وبالنسبة القربس؟ أول مرة؟ أول مرة، ايه، أول مرة ومشيت، ادخلت للعيون الداخل، شفتهم الكل أنا عيون، كان اللي نعمل فيه مكاو عين فكرون، عين عتروس، مشيت لهم؟ مشيت، مشيت وحزيت روحك أكر تحت؟ لا، الحمد الله، نحمد ربي الويل، نقذب على ربي مريضة، أنا مريضة، دعبة، برشة الحمدولله يا ربي تقيت حاجة مزينة هون؟ لا، بيهي، بيهي، مش خائب، مش خائب، بيهي أنا اخترت خاطر لبحر ما يعني نجم نجي في الشتاء، ولا في الربيع، ولا وقت ما نحب، ما معناها الحاجة الوحيدة فقط هو أنه كان فما شوي اهتمام بالشواطئ الموجودة هنا، أن يحاولي نظفه أنا ما رعني اللي نشوف حتى على الحجار هناك، البلاستيك والشيء، هذي ما ليقش بنا، أنا فمتي، من ناحية حقيقة المحيط يلزمنا للناس يكونوا عندهم وعي باش نظفوا، باش يكون عندنا المنظر لأق الأجانب واللي وحتى احنا خصوصا نحترموا نفسنا، نشوفوا في عين العتروس، برقلة، برشة ناس اللي حم فماش حتى مضرب، ترى شي مراع كبيرة مثلا تحب حقيقة تحب باش تستحم خطر يقولوا لها فما فوائد هام هناك تلقى معتها باش تاهبت لك المكان هذيك فيه صعوبة كبيرة وفيه حتى اختر رغم اللي الراو اللي حتى فما فمتني مركب يجيب شي هز العين كانسيرة يجي حتى الغديكة ولعبت قاعدة فمتني لا تعوم معتها ما فماش ممكن من ناحية من ناحية الامن الحالة الامنية ممكن سلامة للزائرين من ناحية سلامة المواطن نشوفوا انه ياخدوا بعين الاعتبار هذي المكان هذيك خصوصا بعين الاعتبار الناس الكبار ناس المرضى الوليدات الصغار هكذا صحة انا نحاوله ولو هي هي مكان ما فيهش ممكن مرجوع سياحي مرجوع من ناحية انه الوتلا ما فماش داخل كبير ولكن لازم ان الصلاة تاخد مع الاعتبار هذي انه توفر المينيموم هذا هو وقربص في حد ذاتها كان يعطيه مثلا انا لاحظت لي ما فماش حتى طبيب طبيب بسيفة مسترشة لها موجود ما فماش صيدلية عليها هي فمتني ستاسيون تيرمال معروفة في تونس وفي العالم نحاولوا نوفروا لها الاشياء هذيه في المدينة داخل مفماشا ما فماش ما فماش صيدلية بسيفة معناتها مسترشة لها ما تلقاش لا 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 قدر تصير حاجة انه طبيب تجم تمشيله ما فماش علاش هذا لانه ممكن ما فماش سواح وما فماش كما يقولنه المرجوع او المردود المادي اللي يخلي انه العباد بشيجوي على كل حال هي مكان انا معادها ادعو كل التونسيين والتونسيات المواطنين باش يجيوا ويتعرفوا على الاماكن هذيه اللي هي اماكن تراثنا وخصوصا يحاولوا يحافظوا عليهم ويستفادوا منها لانه التراث هو على اساس انه نخليوا الاماكن الاشياء هذيه للاجيال القادمة اللي تكونوا نضيفها وتكون كما كان الاباء متاعنا واجدادنا يحبوها ويجيوا لهنا نحاولوا انه نخليوها ونستهلوا فيها كما يقولنه مجمال بقايا تونس عمدا انا نعرفها ممكن عشرين سنة لتالي اه نشوف قبل خير من طول ماذا بتبل فيه؟ ممكن معنى كان الرونه قمة الطبيعي متاحه وكانت كانت مقهى هنا اسمه مقهى اللا عند لص كانت تحس بي ااك الطبيعة وااك الخمشة السلاسة متى العبيان او منك انش عمدا انا اليوم بساشيا مانش مقعتش فيها ريزيدان ايسا ومش كيمة عادة بلا اريض وانظف مازن ريزم يطل هو بي اكثر من هك قطر بقى كفيدية المفروض حق الدولة تخليها من أحسن المناطق في السياحة والاستشفاء وكل وشوفنا هنا في عين الفكرون هكا سيطرة للنساء على الرجال تحسها معبية كلها بنسامه ورجال ما خلتوا لهمش بلاسة والله كي يزودوا نساء معاتش يخليوا الرجال تدخل وكي يدخلوا الرجال معاتش يخليوا نساء تدخل كيف كيف أما أحنا بتبعاتنا خطر مباتوا مخليوا في النهار في الليل نجي ونعوموا فيها بالراحة حتى في الليل زادا عندها نفس مجم ما في ساعة نص الليل نصروا فم على بحر وبعد كي نجيوا مروحين ودخلوا نعوموا على رواحنا والروح بايه يا برش في آخر العين قالوا فم هكا فكير نيت صغار لا لا فيهاش فكير لا لا فيهاش فكير فكيرنا كوما بكري كانوا يطلعوا في سيد الكلبوسي أما تويك العين هذه تدخل لداخل الصعب الكل تلقى عين باردة وعين سخونة يمشيوا كي تقرب للعين فما ذيك القرآن تحل العينيك فها بقدرة ربي الحساسية بايه يا بايه أحسن حاجة اشتركوا في القناة